مراجعة الفصل عدنا أقل بمئة وأكثر بمئة هذا المثال هو محلول نجع التدريب عن حلية التدريبات على موشنه للسرعة عدي ثلاثمائة واثنى عشر أقل بمئة وأكثر بمئة باو على المئات عدي هنا ثلاثة هنا صير مئتان واثنى عشر أربعمائة واثنى عشر إذن منا أقل بمئة ثلاثة أقل بمئة صارت مئتان هنا أكثر بمئة صارت أربعمائة أقارن بين العددين مستعملين أكبر وأزغر يساوي أولا إذا أريد أقارن بين العددين أول شيء أبوع المراتب كلها متكونة من ثلاث مراتب أحد عشر مئات من ثم أنظر إلى المرتبة الأخيرة هنا عدي اثنين هنا عدي واحد أيهما أكبر لاثنين إذن مئة وثمانية وثلاثون أصغر من مئتان وثمانية وثلاثون ثلاثمائة وسبعة وثمانون ثلاثمائة وثمانية وسبعون عدي المئات متشابهة إذن أنظر للعشرات عدي هنا ثمانية وثمانية وثمانية إذن ثلاثمائة وثمانون هي الأكبر ترتيب الأعداد أرتب الأعداد أدنى التدريب أرتب الأعداد من الأصغر إلى الأكبر أبوع أول شيء قبل ما أبدأ أرتب أن جميع الأعداد متكونة من ثلاث مراتب أحد عشرات مئات من ثم أبوع على المرتبة الأخيرة هي مرتبة المئات إذا كانت متشابهة أو مختلفة أدي هنا أثنين عددين المئات متشابهة وعدد واحد مختلف العدد المختلف أبوع إذا كان أكبر من العددين المتشابهين أضعه في المرتبة الأخيرة من ثم أبدي أحل البقية هو دي يقولي من الأصغر إلى الأكبر إذن تصاعدي خمسمائة وثمانية عشر هي الأصغر من ثم خمسمائة وخمسة وثمانون آخر شي هي ثمانمية وواحد وأربعة تقريب الأعداد إلى أقرب عشرة تدريب أدي التسعة تقرب إلى العشرة قلنا إحنا هنا في موضوع تقريب الأعداد إذا كان أحد العدد واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، فانمية أقربه لليسار أي إلى العدد الأقل منه والذي أحده صفر وإذا كان أحد العدد خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة فإننا نقربه لليمين أي إلى العدد الأكبر منه والذي أحده صفر نجي هسنباو إحنا هنا قلنا خمسة، ستة، سبعة، ثمانية يقرب المن إلى اليمين فأنا حقربها لليمين أدي ثلاثة عشر أحد ثلاثة إذن تتقرب لليسار للأقل أشرة ستة وخمسون تتقرب إلى الستون واحد وتسعون تسعون شكرا لكم